لا شيء سوى الخراب هذا هو العنوان الوحيد لكل ما نراه أمامنا كارثة حقيقية كلية التربية في أبيان لم يبق منها سوى هذا الدمار وهذه الأسوار المحطمة هنا تتبعثر المناهج والمراجع العلمية في كل الزوايا على الرغم من أهميتها العلمية والأدبية هذه الأماكن كانت تضج بأصوات المئات من الطلاب والأمل واضحة في أعينهم ولكن ما حدث بعثر الآمال كما بعثر هذه المراجع ولم يترك سوى الخراب وهذه البقايا في أقسام التقارب العلمية نتمنى أن الكلية القديمة ترجع سالمة كما كانت من قبل ونتمنى من الدولة ونتمنى من الكبارة حقاتنا القادات بأن يرقعها لنا سالما ونتمنى بأن يعودها لنا كما كانت من قبل كما كانت حياتها أبيان لا شيء شاهد عن وجود الكلية في هذا المكان سوى هذه اللوحة فقط منذ الأحداث الأولى التي شهدتها المحافظة في العام 2011 وهذا هو حال كلية التربية وحتى اليوم الحلول التي وضعت ليست قذرية والمبنى الذي تم نقل الطلاب إليه لا يستوعب كثافتهم بعد هذا العامين عدنا إلى أبيان ولكن الكلية كما هي عبارة عن دمار كامل وصبحنا نزاونا عملنا من المبنى الملحق المبنى الملحق هذا مبنى تم بناءه في 2005 وضمها إلى الكلية ولكن هذا المبنى تنقصه الأشياء كثيرة جدا أمنيات كثيرة لدى كل أبناء المحافظة أهمها إعادة هذه الكلية لما لها من أهمية كبيرة في صناعة مستقبل أبناء المحافظة هنا كانت كلية التربية وكانت تضج بأصوات الطلاب كل صباح واليوم لم يبقى شيء إلا الخراب والدمار فقط لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان